السلام عليكم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم واصدقائي في هذا الموعد التقني الجديد من خلاله يا سادة أجيب على سؤال يأتيني من بعض المتابعين يسألون على تردد الباقة الجزائرية التليفزيون الجزائري يعتقدون أن الباقة الجزائرية ظهرت على تردد جديد من خلال قمر صناعي النيلسات التردد الظاهر في الشاشة 11830 حرف 8 أوريزنطال وفقي 27500 التردد ليس جديد للباقة الجزائرية فقط قاموا بتغيير تردد اللاقت من عالمي إلى 1750 على 10700 وخمسون 10700 وخمسون كما تلاحظون في الشاشة إذا أردتم أن تظهر معكم الإشارة على هذا التردد للباقة الجزائرية لازم أن تقوموا بتغيير تردد اللاقت تردد L&B لازم وللتنويه على سبيل التوضيح الباقة الجزائرية على التردد الآخر 11680 حرف 8 أوريزنطال أوفقي تم رفع الإشارة من المصدر تم رفع الإشارة لهذه الباقة من المصدر ستلاحظون الفرق عندما تقومون بالدخول إلى قائمة المينيو وتذهبون إلى قائمة التردد وتوضيفون التردد 11680 ستلاحظون الإشارة ارتفعت والبعض الذين كانوا يعانون من ضعف الإشارة سيلحظون هذه الباقة شغالة معهم تمام كما يقولون شغالة بشكل جيد ولا تظهر تقطعات على بعض الأطباق في المناطق مختلفة لهذا إذا أردتم إضافة هذا التردد 11830 حرف 8 أوريزنطال أوفقي 7500 لازم أن تضيفوا قمر تجريبي أو تكتبون مثلا تقومون بالدخول إلى قائمة المينيو من تضغطون على زر المينيو تختارون التركيبة والبرمجة أو بعد ذلك قائمة الأقمار بعد ذلك تقومون بإضافة القمر بالزر الأحمر تكتبون على سبيل المثال تختارون نايل سات اتنين وتضغطون على أوكي وتذهبون إلى السطر الثاني التردد تجدون هذه الخانة فارغة لا يوجد تردد تضغطون على أوكي بعد ذلك تختارون الزر الأحمر في رمض كونترول أغلب الريسيفيرات زر إضافة على أغلب الريسيفيرات يكون باللون الأحمر بعد ذلك تكتبون هذا التردد التردد الإضافي للباقة الزازائرية كما تلاحظون حرف 830 حرف إس أوريزنطال 27500 بإشارة قوية على التردد الآخر لمن كان يعاني في ضعف الإشارة على التردد الرئيسي أو الرسمي 11600 أو 8 حرف إس أوريزنطال أفق 27500 يمكنه الآن إضافة التردد الاحتياطي أو هذا التردد الظاهر في الشاشة الذي تم تغيير تردد اللاقت أو تردد اليمبي من عالمي أنيفرسيل إلى 1750 تردد الظاهر في الشاشة بإشارة قوية على النيلسات من الأفضل ومن الأحسن الأضيفوه على قمر تجريبي حتى تتفادون مشاكل تقطعات على بعض الترددات أو على بعض القنوات من الأفضل أضيفوه على قمر تجريبي وشاهدوا الباقة من بينهم قناة بروغرام ناسيونال ناقلة لبعض المباريات ربما عشر مباريات من العرس الإفريقي المنديل الإفريقي الكان 2023 الكود ديفوار كاس الأمم الإفريقية في مطلع السنة المقبلة إن شاء الله ربما حصلت على عشر مباريات أو مباريات المنتخب الجزائري على النيلسات كما سلاحظون في الشاشة تردد الباقة الجزائرية من خلال القمر الصناعي النيلسات نكسف بهذا القدر وأتمنى أن يكون هذا الفيديو نالي أعجابكم وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك المتين واشتركوا في القناة وفعلوا زر الإشارات على الكل حتى سيصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاهدة فيديو شاشة نهاية ظهر هنا أو هنا قد يوفيدكم وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته